بسم الله الرحمن الرحيم نكمل مع الشيست تروما بقى حالة البلمونالي كونتيوجن حالة البلمونالي كونتيوجن ديت هي التباب الرئيسي في اي شيست تروما لما لقى البيش انت عندي رصبيراتوري ديسترست بعد التروما غالبا بيكون في ربس تكسرت وعملها لفلايل شيست فلايل شيست ده اللي احنا شفناه اللي هو الربس قاعدة دخلة في اللانج فطبعا هتعمل لي كونتيوجن في اللانج جرح في اللانج بيكون البيش انت عنده تكبنية وهيبوكسي او رصبيراتوري دسترس سيفير بينه ومش قادر ياخد نفسه كويس وفيها هيبوكسي وعا تكبنية ديت الامي سي كيو بيجيب لي الحالة بيوصفها لي في حالة التروما شيست مع بيش انت اما انميديات لبعد التروما او ممكن بعد يوم او يومين او بعد ساعات من التروما ما اطلخبطش الشيست اكس راي بشوف في ايه بشوف في حاجة زي التلج كده بطع او باتشي الريجولر الفيولر اوبازيتيز نشوف كده الاكس راي ده شكله هوت يعني ده بيش انت يقول شيست تروما اتعور وفي بروزيس عالشيست مسلا عملنا الاكس راي وجدنا المنظر اللي احنا شايفينه ده ده الالف والارباتش اللي احنا شايفينه ده ده اسمه كونتيوجن اسمه شيست كونتيوجن البلموناري كونتيوجن ده على طول يعني لازم بنعمله فليويد ريستريكشن ما نديش فليويد ما نديش انتروفينوس فليويد اللي هو الصلاين اللي هو الكريستالويد اللي هو الصوديام كولورايد ومقول بنيدي ايه لو احتاجنا دام بنيدي الكولورايدز البلازما او الالبيومين او اي حاجة تانية بس مش صلاين يبقى فليويد ريستريكشن لكن ممكن نستخدم الكولورايدز بس ولازم نعمل كونتينواز مونيترينج للارتيريال بلاد جاز وممكن ندي ديوريتك الديوريتك هيخف اللانج كونتيوجن الديوريتك هينزل الفليويد او الاديمة اللي موجودة قدامي ديت بسبب التروما يبقى احنا كده ده كل حاجة احنا عاوزين نعرفها عن البلموناري كونتيوجن ونشوف كده سؤال عليها هنا جايبين طفل اتناشر سنة وبوصلوه الطوارئ بعد ما وجدوه في حادثة الطفل ده موجود آآ يعني ماهوش في ديستريس واضح لكن بعد ساعات بدأ يظهر تاكبنية وبدأ يظهر تاكيكارديا درجة الحرارة نورمل البلاد بوريشر نورمل ليه البلاد بوريشر نورمل لان البلموناري كونتيوجن ماهوش هيموراجيك شوك البلموناري كونتيوجن ما بيعملش شوك البلموناري كونتيوجن ده عبارة عن جرح في اللونج بس مش شوك مش مش نزيف يعمل شوك لو نزيف دي حاجة تانية حيبقى هيموسوركس لا هنا البلموناري كونتيوجن مش هيعمل شوك فيبقى البلاد بوريشر طبيعي ما فيش فيفر ما فيش بص براتي فيفر ولا بص تروماتيك فيفر ولا حاجة وتاكيكارديا وتاكيبني بس يعني كل الحكاية بعد الترومة تاكيكارديا وتاكيبنيا الاجداميليشن وراتنا ان فيه بروزس على الرايد سايد اوف شست معناها ايه معناها ان الترومة حصلت في الشست يبقى فيها هوت مبرر اني اشكي في البلموناري كونتيوجن اه بعد كده البلبيشن اوف ريبس ما يعني ما بيظهرش ان فيه اي فراكشر البريز ساوند دي كريز ده على الرايد سايد لما لقى البريز ده وارتاء البريز ساوند دي كريز ده على الرايد سايد ابدأ اشك ان فيه مشكلة في الرايد سايد هل هي نيوم الصرخ لو نيوم الصرخ احنا عارفنا ان هيكون معنا الشك والتبعيات بتاعته كلها لكن نكمل السؤال الارتيريال بلوت جاد سيكس لتري اوكسجين وورانا ان فيه عنده فيه سيو تو قليل السيو تو قليل يبقى معناها احنا بنسمي سيو تو رسبيراتوري قليل معناها رسبيراتوري الكالوزيس ويبقى انا عندي كده رسبيراتوري الكالوزيس والباذ شهوة عالي اكدر من سبعة خمسة حقا قليل يعني شبه عالي يعني ما شوف عن سيك PD الألكالوزيس برضو الصبيراتوري Alcalosyس اللايكس سري بتاع الشيست ووراني فيه باتشي electrical alveolar infiltrate في ال right middle and lower load يبقى انا عرفت ايه السبب دي كريز دي البريرساوند دلوقت دي سبب دي كريز دي البريرساوند ان فيه alveolar infiltrate موجود في ال right chest ال alveolar infiltrate ده اللي هو ايه؟ هو البلمونريxus طيب. هل هو ادلترسبيراتوري ديستريس سندروم؟ لا. الادلترسبيراتوري ديستريس سندروم ده بيجي مع بيش انت بعد البنكرياتيتس او البيرن او او النجام من الغلق طلعه من البحر ولا حاجة ده حاجة تانية خالص ولو موصفات بعيدة عن كده. هل هو الاسبيريشان نيومونيا? الاسبيريشان نيومونيا هيكون معها فيفر وحيكون معها اللي هو اللوازم النيومونيا اللي حناخدها في الانفيكشن. طب هل هو فات امبوليزم لا الفات امبوليزم بيجي مع مالطبل بون فراكشور مالطبل لونج بون فراكشور مش بيجي مع الشيست وبيكون فيه اللي هو البلو تو سندرومز والحاجات ديت كلها ومش الصورة اللي قدامي اللي هو هيمو هيمو سوركس الهيمو سوركس ده هيمو الراجب شوكة حنشوف فيه ما يدل على هيمو سوركس حنشوف فيه ساوند هنشوف في كل الكلام ده او ما يدل على مش موجود. خلاص احنا عرفنا ان هو الحل بتاعنا. هل هو له كاركتوريستك لازم يكون في مع تاكيكارديا لازم هيكون معه اللي هو وفيه طيب مش هيجي بالكلام ده لازم هيبقى ابنورمل وحنشوف في مشاكل اخرى الفليلشست قال فليلشست ممكن يكون للكونتيوجن لكن هنا مش واضح هو ما قاليش اني شاف لان هو قالي لما هو عمل الربس او او شاف الربس ملقاش ان فيه اي وفي الاكس راي ما بينش غير الانفلتريت بس. فما نقدرش نقول هنا انها مع انه ممكن يكون هو الكوز الرئيسي للبلموني الكنتيوجن. مهم اننا في الامتحان دائما نعرف الاختراض كلها نعرف نحل بالاكسيكلوجن ونعرف نحل بالاكسيكلوجن نعرف نحل بكل طرق ان احنا نقدر نتبعد الاختيارات عشان نقدر نصل للاجابة الصحية.